لأن الناس في النعمة إما شاكر أو كافر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ليبلوني أشكر أم أكفر أصبح من عبادي أقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة وهي الغيف كيف تشكر النعم؟ النعم لابد لها من تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره ولابد لها من شكر بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح هذه النعمة إذن الخروج والخلاص من هذا الابتلاء وحتى لا نكفر النعم لابد قبل أن تأتي النعم أن نتعلق بالله لا بغيره وبعد أن تأتي النعمة لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح قبل أن تأتي النعمة تتعلق بالله لا بغيره يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور والعمائر والطائرات والسيارات والقطارات ومتاع الدنيا عقارات وغيره زوجات وغيره ويتمنى يتحدث مع نفسه أو يحدث الشيطان لعله يقول له لو يتعرف عليك فلان التاجر أو الرئيس أو الوزير أو الملياردير ويعطيك شيء مفتوح أو يقول خذ ما شئت امتلك من هذه البلاد ما شئت ودع ما شئت صح؟ أكثر الناس على هذا